الفشل الحكومي الكبير في توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في مدينة كاركوك بمحافظة التأميم فاقم معاناة المواطنين فيها هذه المدينة التي تعاني أصلا من ظروف اقتصادية صعبة أرقتهم وأتعبتهم حتى علت أصواتهم إذن فالحياة معطلة مشلولة في كاركوك والسبب حسب الكثيرين ممن يعيشون الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة للمدينة بتفاصيلها المر هو الفساد الحكومي المستشري في جميع مفاصل الدولة حكومة عبارة عن مجموعة من الصراق والحرامية ناس يجوا سياسية صدفة هذولة اللي يجوا يعني سيطروا على الوضع بالحرام وإلا مليارات الدولارات راحت هباء منثورة بلاش ما حد يعرف مشاريع معطلة مشاريع غير منجزة ولهذا نشوف أن الحكومة هي السبب الرئيسي في تعثر هذه المشاريع الجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات لمواطني كاركوك وأمام إدراكها لفشل الحكومة وفسادها وصراع أطرافها السياسية وعدم قدرتها على تلبية أقل حاجات ومتطلبات المواطن أمام ذلك تقف مرغمة على الإقرار ببعض الحقائق تارة والتنسل من غيرها تارة أخرى الوضع السياسي لحد الآن يلقي بضلاله على الوضع الاقتصادي حيث أن هناك بعض الجهات تحاول أن تستفيد من زعزعة الوضع الاقتصادي بمثلا موضوع الكهرباء نحن نتطلع أن يكون هناك ثابات في الإدارة في هذه الفترة حتى تستطيع أن تسير حياة المواطن والحياة الاقتصادية في المحافظة بصورة جادة جدا عبر تفعيل الاستثمار في المحافظة ويبقى المواطن في مدينة كاركوك ضحية فساد حكومي وصراع سياسي أخذ البلاد نحو ضياع لم تشهد مثيله يوما ضياع يبدو جليا للمواطنين الذائقين مراراته اليومية أن تداعياته السلبية عليهم لن تزول على الأقل في المدى المنظور ترجمة نانسي قنقر